اتفاجئت بواقعة حسين الشحات مع محمد الشيبي لعب بيراميدز وشايف النادي الاهلي تعامل مع الامر يعني كما ينبغي والعقوبة اللي صدرت من ربطة الاندية البعض اعتبرها انها عقوبة لا تليق بالواقع لا يعني اهي عقوبة يعني عقوبة ويعني وتتحسب بلده بشكل كويس لكن في الاول وفي الاخر لعقوبة لكن هو حسين الشحات لازم اكيد ان ديت ان شاء الله نتمنى الولد على فكرة يعني اجمالي هايل جدا لكن عنده اخطاء مميتة زي ما بيقوله يعني احنا عندنا خطأ في بطولة افريقيا في النهاي خطأ كان يعني الطبيعي انه يخصرنا البطولة لان لو الحكم كان حازم ساعتها كان لازم يديله احمر ده حسين الشحات ده حسين الشحات ده حاجة يعني لو حصلت دي كانت لا تختفر هل انت شايف عنده يعني ان حسين الشحات عنده نوع من التهور اه برغم ان هو شخصية كويسة اه مخترم طبعا جدا لكن عنده الحتة دي اه ساعات بتبقى عالية او دليل الاخطاء بتاعته صعبة جدا اه امام عشور صفقة يعني من الناحية الفنية اكيد بتفيد النادي الاهلي لكن كاهلاوي كابتن مختار عندي تحفظ كبير عليه تحفظ كبير عليه اه ليه يا كابتن مختار و انا معاك من الناحية الفنية الولد العب هايل جدا جدا لكن انا عندي تحفظ في جنع أن انا اقول لي لا مش فاه في جنع ان انا افنط كلام فيه يعني لكن انا عندي تحفظ على الصدق نفسك علشان تصرفاته اللي صدرت منه أكيد أكيد تجاه الكابت صالح سليم وكابتن حسن حمدي والأهلوات يعني البعض بيقولك انه هو يعني التصرفات دي هو لاعب كان خارج النادي الأهلي لما عمل التصرفات دي لكن هو لما هيدخل النادي الأهلي هنقومه وهيبقى هيمشي على القيم والمبادئ اللي موجودة في النادي الأهلي نأمل ذلك يعني نعم يا كابتن مختار نأمل ذلك ده انت واضح ان انت متضايق أوه يا كابتن مختار لا لا انا ما اقولك هو انا مش عارفك يعني واضح ان انت يعني جوك كلام كتير بخصوص الصفقة دي تحديدا نعد دي بقى هل ممكن النادي الأهلي يسمح رمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي اه طب اه ليه طب ليه بقى ما يسمحش ليه ليه ما يسمحش يعني عشان رمضان صبح يسمح النادي الأهلي ومشي ما انا بقولك ليه ما يسمحش بقى ما خلاص مدام يعني مدام في مبدأ ان احنا يعني نتغاضى طب ما نتغاضى ايه المشكلة بقى ما ما عنديش مشكلة في ان احنا نتغاضى عن لمضان ونتغاضى عن افعال ناس تانية بتشوف ان الصفقة امام عشور بتمس قيم ومبادئ النادي الأهلي نا مش انا مش هخش بقى في كلام يعني عويض ده دوت لكن انا بقولك اننا ليه تحفظوا يعني ده افصل حاجة فيها كابتن مختار يعني شايف الفترة اللي جاء النادي الأهلي محتاج لمركز ايه للتدعيم ايه بص 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 اي فرقة في العالم اي فرقة في العالم يعني من فرقة لعالم الكبيرة اوي اوي في نهاية الموسم لازم بقى محتاج لعيبة اكيد ان الكلام دوت يعني مش بدعة ولا حاجة لكن اكيد ان لازم يبقى في لعيبة وانا لازم محتاجينها اكيد ان هي لازم تدعم في النادي الأهلي ايه المراكز ايه المراكز انا شايف ان برضو حتة خط الظهر الذي يبقى في حد في القلب من الناس يعني يزودنا شوية كمان فده دي حتة مهمة جدا يعني اكيد ان احنا محتاجين اه فلدو في حتة الفلود اكيد بلدو فلود يعني اه فلودة بتاعنا ما شاء الله كلهم كويسين وكلهم يجيبوا اداف اكيد احنا محتاجين حد كمان يعني يبقى متواجد بشكل يعني اه يعني يبقى له قيمة عالية او يعني اكيد ان احنا برضو في يمكن نص الملعب الحمد لله الامور فيه كويسة جدا كمان بعد مروان لما بقى موجود فده بحاجة كويسة لكن لو في يعني اكيد ان الصفقة بتاعت اللي احنا عملناها دي اكيد ان هي برضو هتبقى لها دول ايجابي يعني بعد ماشيان اه 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 حمد فاتح حمد فاتح الصفقة اللي احنا عملناها دي اه كابت المختار مش عايز يقول الاسم اللعب لا ليه ليه اه اه اللعب اللي احنا بنكلم فيه ده اسمه ايه اه امام امام عشورة كابت اه امام عشورة لكن